مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب نؤمن بالمسيح كلمة الله الأزلي الذي أتى إلى عالمنا ليعلن محبة الله وليتمم خلاص الإنسان نؤمن أيضا بمسيح يحب ويحب الكل ولا يفرق بين إنسان وإنسان ولا بين شعب وشعب فهو يحب الكل ويقبل الكل ويدعو الكل إليه ولا نأخذ طرفا في الصراع الدائر بين الفلسطينيين واليهود فنحن لسنا طرفا في هذا الصراع فرسالتنا ليست سياسية لكن رسالتنا هي روحية أن نكرز بالمسيح مصلوبا المسيح الذي يخلص والمسيح الذي ينزع الكراهية والبغضة من قلب الإنسان كما نؤمن أيضا بالسلام والسعي نحو السلام فالرب يسوع له كل المجد قال توبى لصانعي السلام لأنهم أولاد الله يدعون لكن كل هذا مهم وأساسي لكن في نفس الوقت أيضا الحقائق التاريخية مهمة ولا بد أن نتحدث ونصحح بعض الحقائق التاريخية وبعض المفاهيم اللي بدأت هذه الأيام نتيجة بتظهر من وقت للآخر نتيجة الصراع الدائر أنه هذه المفاهيم تحتاج إلى تصحيح وإلى توضيح لأنها مهمة أيضا في فكرنا المسيحي السؤال النهاردة هو هل كان المسيح يهودي أم فلسطيني؟ هتقول لي إيه كلام اللي أنت بتقوله ده أقولك فعلا لأنه أنا مستغرب زيك زي من أنتم مستغربين أنا أيضا مستغرب لأنه في ناس من فترة بدأت تنادي بفكرة أن المسيح كان فلسطينيا ومن فترة ليندا سرسور ودي واحدة من هي ناشطة فلسطينية عايشة في أمريكا هنا بتنادي بأن المسيح كان فلسطينيا ودوان بسبب تعانها ورفضها لأي حاجة مرتبطة باليهود والبعض أيضا بدأ ينادي بهذه الفكرة هذه الأيام أن المسيح كان فلسطينيا عاش في فلسطين ومات في فلسطين فهو فلسطيني الجنس يهودي أم فلسطيني؟ قبل ما نتحدث عن الجزء دوان حابب أننا أقول بعض الأشياء المهم لما نتحدث عن المسيح فلسطيني أو يهودي نحن لا نتحدث عن لهوته فهو كلمة الله الأزلي الذي أتى من السماء والذي دخل إلى عالمنا في لحظة من لحظات التاريخ البشري نحن نتحدث هنا عن المسيح بحسب الجسد التعبير الكتابي اللي بيتقال في الكتاب المؤدس أنه بحسب الجسد ابن داود كويس فنحن نتحدث عن ناسوت المسيح عن تجسده عن دخوله إلى العالم حاجة الثانية النقطة الثانية أيضا وهي نقطة مهمة أننا لا نتناول هذا الموضوع من منطلق تفضيل شعب على شعب فنحن لسنا مع شعب ضد شعب فنحن زي سيدنا ومعلمنا وربنا يسوع المسيح الذي أحب الكل ويحب الكل نحن أيضا نحن أيضا ندعو الكل إلى شخص يسوع المسيح فلا يوجد شعب مفضل عن شعب فالعنصرية لا تعرفها المسيحية ففي المسيح يسوع لا يهودي ولا أممي لا ذكر ولا أنسى في المسيح يسوع لا غني ولا فقير في المسيح يسوع لا جاهل ومتعلم في المسيح يسوع لا أبيض ولا إسود لكن المسيح يحب الكل ولكن هذا عندما نتناول هذا الموضوع نحن لا نتناوله من منطلق تفضيل شعب على شعب آخر كما أننا لا نقبل من لا نقلل سوري لا نقلل من شعب على حساب شعب آخر هي مش جيم ومش حرب مين هينتصر فيها على مين لكن هي حقائق تاريخية لابد أن نذكرها وأمور كتابية أعلنها الكتاب المقدس ولا بد أن نتحدث عنها كون المسيح ليس مصريا لا يقلل من محبيتي للمسيح ولا يقلل مني أنا كمصري كون المسيح ليس أمريكيا لا يقلل من الأمريكان شيء لكن لأن خطة الله وتدبير الله الأزلي كان وإعلانات الله أيضا في العهد القديم ارتبطت ونشوف إزاي أنه ارتبطت بمجيء المسيح من اليهود حقيقة أخرى في المسيح لا أممي ولا يهودي لكن هذا لا يلغي زي ما قلت وينفي الحقائق التاريخية ما نفعش أنه نلغي حقائق تاريخية عشان كده هذا الإعلان أن المسيح كان فلسطينيا كويس هذا الإعلان لا يمط للكتاب المقدس بصلة هذا الإعلان هو إعلان ليس أكثر والأقل من فرقعة إعلامية لأن احنا نؤمن أن كل الشعوب هي للرب وده اللي أكدوا الكتاب المقدس وأكدوا أيضا بقول السرسول لما كان في أثينا وخطب الناس الذين كانوا موجودين في أثينا قال عن الإله الذي نعرفه الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه كل الجنسيات كل الشعوب كل الأمم هذا إذ هو رب السماء والأرض إله الذي نعبده نعرفه هو الإله الخالق خالق الكون وكل ما فيه هو أيضا إله السماء والأرض وصنع من دم واحد كل أمة من الناس ما متخاني عليه إحنا إحنا لنا أب واحد ولنا أم واحدة إحنا عائلة واحدة وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على وجه الأرض وحتى ما بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم يعني هو اللي حدد مسكن الأمة دي فين ومسكن الأمة دي يكون فين كويس ويقول كتاب لكي يطلبوا الله لعلهم يلتمسونه فيجدوه مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا ليس بعيدا طيب ماذا وراء هذا التصريح؟ التصريح والفرقعة بأن المسيح كان فلسطينيا وليس يهوديا أول حاجة هذا التصريح وراءه دافع أساسي وهو الكراهية للشعب اليهود ودي يعني ده موضوع كبير جدا موضوع متأصل له أصول تاريخية وموضوع الأكثر من كده له أصول دينية فزي ما وريت لحضراتكم الأسبوع اللي فات إنه على المسلم المسلم لابد أن يقره اليهود لابد أن يقره اليهود وجوب كراهية اليهود عند المسلمين فأي مسلم هيتبع النصوص الكرآنية بتاعته لابد أن يتولد جوا كراهية للشعب اليهود فإعلان أن المسيح كان فلسطينيا وراءه أول حاجة كراهية للشعب اليهودي وأنا معرفش أنه إله هذا الذي يعلم شعبه أن يقره أي إله هذا الذي يعلم شعبه أن يبغد هذا إله أي إله هذا الذي يعلم شعبه إنه يتنمر على الشعوب الأخرى لكن ده الواقع العيشينه وراءه أيضا جهل بالتاريخ فمن يقول أن المسيح فلسطيني هو يجهل التاريخ هو لم يقرأ شيئا في التاريخ هو لا يعرف شيء عن المسيح ولا عن تاريخ المسيحية ولا عن تاريخ اليهود هو شخص أولا وأخيرا أستطيع أن أقول عليه شخص جاهل وراءه أيضا محاولة لمحوق تاريخ أمة بالكامل كرهك لشعب ما يدكش الحق أن أنت تلغي تاريخه عدم محبتك لشعب ما تلغيش أبدا يعني لا تتعارض من أنه هذا الشعب له تاريخ وله تاريخ عظيم ممتد لألاف السنين ومعاملات الله مع هذا الشعب ممتدة لألاف السنين فلا يمكن أبدا أن يأتي الأخ المسلم ويحاول أن يمحو تاريخ الشعب اليهودي كله لكن لأنا بشوفه أن هذا التصريح الخطورة فيه أنه طعن مباشر في الكتاب المعدس ليه؟ هو يطعن في نبوات العهد القديم بكل وضوح ويطعن أيضا في مصدقية الأنجيل وفي العهد الجديد هو يرفض أن يقبل ما أعلنه العهد القديم عن شخص المسيح وما أعلنه العهد الجديد عن ميلاد شخص ربنا يسوع المسيح وعن نسبه وعن حياته وعن خدمته في اليهودية وعن موته في أرشليم وعن قيامته هو يرفض هذا الأمر كل هذه الأمور مجتمعة معا وراء تصريح فرقعة فضية دون أي فهم ودون أي وعي ودون أي إدراك طيب أجي للسؤال هل كان المسيح بحسب الجسد يهوديان فلسطيني؟ ده أعتقد أنه أي واحد فاهم هيرد على السؤال ده بسرعة أنا حطيت السؤال ده على الفيسبوك على صفحة عبر الكتاب وفجأت بصراحة بردود يعني غريبة من ضمنها قالك لا كان يهودي ولا كان فلسطيني لكنه كان مسلما طبعا يعني واحد يقول العبارة دي هو لا يفقه شيء عن اليهودية ولا يفقد شيء عن شخص المسيح لكن خلينا نجاوب لأنه واحدة من أهدفنا في هذا البرنامج هي تصحيح مفاهيم خطئ والرد على تساؤلات تتعارض مع كلمة الله كويس؟ طيب هناك أدلة كثيرة جدا بتكلمني عن المسيح بحسب الجسد ومرة ثانية أنا بتكلم عن المسيح بحسب الجسد هناك أدلة كثيرة جدا تؤكد أن يسوع المسيح المسيح جاء من شعب إسرائيل من اليهود كويس؟ وهذه الأدلة أنا لخصتها في ثلاثة شهادة نبوات العهد القديم ما لا يمكن أبدا أن أجهل نبوات العهد القديم ومعاملات الله وإعلانات الله في العهد القديم اللي اتحققت في شهادة العهد الجديد فكل ما أعلنوا الرب عن شخص المسيح في العهد القديم رأيناه بيتحقق أمام عيوننا في العهد الجديد لكن إضافة إلى ذلك عندي كمان شهادة الرومان ده شهادة الرومان الذين حكموا على المسيح بالصلب فدي دول تلت براهين كبار كون المسيح يهودي لا يقلل أبدا من الشعب الفلسطيني كون المسيح يهودي لا يقلل أبدا من الشعب المصري كون المسيح يهودي لا يقلل أبدا من أي شعب آخر لكن غالبا هو الهدف هو محو فكرة اليهودية وأنه ما فيش حاجة اسمها أرض اليهود وأنه المنطقة كلها يطلق عليها فلسطين ولأجل هذا يسودها فقط الفلسطيني والفكر الفلسطيني واضرب بعرض الحائط كل التاريخ واضرب بعرض الحائط كل الكتاب المقدس طيب أجي إلى شهادة نبوات العهد القديم دي أول شهادة بنجدها في كلمة الله وأنا مش أخطر كل حاجة لأنه عشان ناخد نبوات العهد القديم اللي بتتكلم عن رب يسوع ده يعني حلقات وحلقات وحلقات لكن أنا أخد الحاجات الأساسية اللي فيها وضوح تام ومن إعلانات الله عن مجيء المسيح وعن أنه إزاي المسيح سيأتي من بني إسرائيل من اليهود كويس؟ أول حاجة بنقرها لما ربنا عمل عهد مع إبراهيم اللي هو أبو الآباء كويس؟ أبونا إبراهيم الذي كان اسمه قبل إبراهيم إبرام رب قال له اذهب من أرضك ومن عشرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة هيخذ واحد فرد ويجعل هذا الفرد أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولعنك العنوة تتبارك في جميع قبائل الأرض كيف يكون أمة عظيمة إلا من خلال النسل إلا من خلال الذين يخرجون من صلبه فأجعلك أمة عظيمة كويس؟ بنجد بعد كده بنعرف من الكتاب المؤدس إن إبراهيم ما كانش عنده أولاد وإن سارة كانت متقدمة في الأيام وعاقر في نفس الوقت عندها مشكلتين يعني السن ومشكلة طبية كبيرة وهي عدم القدرة على الإنجاب والرب ظهر تاني لإبراهيم وقال له يا إبراهيم أنا هأبركك وهأكثر نسلك وأجعل نسلك كنجوم السماء وكرمل البحر في الكاثرة فإبراهيم كان عنده العاذر الدمشقي وده كان كبير الخدم بتاعه وإبراهيم بيقول للرب وقال إبراهيم أيضا إنك لم تعطيني نسلا وهو ذا ابن بيتي وارث لي اللي هو يعني العاذر الدمشقي فيس كلام الرب إليه قالين لا يرثو كهذا مش العاذر هو لأنه كانت العادات والتقاليد إنه لما يكون شخص كبير في السن هو وزوجته ومعندهمش أولاد لكنه مبسوط وغني وعنده خدم كبير الخدم يصير كابنه على أن يهتم به وبزوجته إلى النهاية فإبراهيم كان قريدي خلاص يعني بيرتب وضعه على هذا الأمر إنه إنت إزاي هتجعلني إنت إزاي هتبريكني وتجعلني كرمل البحر وأنا ما عنديش نسل واللي هيورسني دا مش طالع من صلبي دا العاذر دي مش كفايز كلام الرب إليه قال لا يرثو كهذا مش دا إبراهيم اللي هيرثك بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك يبقى عرفنا دلوقتي إنه اللي هيرث إبراهيم وإنه اللي هيكون أمة عظيمة الذي يخرج من أحشاء إبراهيم دي أول حاجة بنعرفها كويس؟ طيب إبراهيم استجابة لسارة أخذ هاجر وأنجب منها إسماعيل كويس؟ أول ابن الإبراهيم أتى كان هو مين؟ إسماعيل من هاجر فالرب في أصحاح 17 من سفر التكوين أيضا اتكلم مع إبراهيم تاني وقال له إبراهيم أنا هباركك والرب قطع معاه عهد إلى آخره فإبراهيم قال للرب إيه؟ ودي النقطة المهمة اللي ريت إخوات المسلمين أيضا يعني يكونوا متابعين فيها وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك يعني خلص أنا اكتفيت دلوقتي بإسماعيل بارك إسماعيل كانش لسه إسحاق جيه كويس؟ بارك إسماعيل ويا ليت إسماعيل يعيش يعني يدي له ربه طولة العمر كويس؟ فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق أوكي يبقى هنا بنعرف إنه إسماعيل ده حاجة لكن الحاجة اللي ربنا بيقصدها هو من سارة الناس اللي ربنا بيقصده واللي هيجعل من خلاله يبارك الأمم كلها لازم يكون من إبراهيم وصارة ما ينفعش اللي جاي من إبراهيم وهاجر ده كلام رب ده مش كلام أنا بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق وأقيم عهدي عهد الله مع مين معه يعني مع إسحاق عهدا أبديا لنسله من بعده جزء ده مهم جدا في الفكر الكتابي وأما إسماعيل اللي انت بتطلبني بقى مليكش دعبي وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه أنا هحاق تلبطك في إسماعيل هأنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا ولكن عهدي يبقى فيه فيه هنا رب هيبارك إسماعيل بركة مادية كويس ويكثره جدا ولكن عهدي امتداد البركة اللي ربنا أعلنها إنه فيه نسلك تتبارك جميع قبائل الأمم إعلان هذا العهد هذا العهد أقيمه مش مع إسماعيل ابن هاجر لا 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 ده أنا هأقيمه مع إسحاق ابنك من سارة وأقيمه مع إسحاق الذي تلد لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية يبقى إحنا فرقنا هنا بين الاثنين يبقى العهد اللي ربنا أطعه مع إبراهيم هيكمل لكن هيكمل مع الابن الذي تلده سارة وليس مع الابن الذي ولدته هاجر هيكمل مع إسحاق وأما إسماعيل فله بركة أخرى لكن العهد covenant العهد هيكون مع مين مع إسحاق مع إسحاق طيب نيجي لجزء آخر في الكتاب المؤدس إسحاق التولد وكانت هاجر في البيت مع ابنها إسماعيل وحصل ما بين هاجر وصارة صارة اتضايق حصل موقف اتضايق اتضايق صارة فصارة جاءت لإبراهيم قالت له إيه اترد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرس مع ابن إسحاق هي قالت حاجة جديدة ما ليتش حاجة جديدة لأن ربنا كان دي خطته اللي أعلنها الأولا في الإراءة اللي احنا قرناها السابقة ويس أن ربنا هيبارك إسماعيل آه لكن عهدي أقيمه مع مين مع إسحاق الذي ستلد لك سارة فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم ما هو إبراهيم بيحب إسماعيل زي ما بيحب إسحاق وما يقدرش إن هو يستغنى عن إسماعيل فقبح الكلام في عينيه كأب فقال الله لإبراهيم لا يقبح في عينيك من أجل هذا من أجل الغلام ومن أجل جريتك في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها لأنه بإسحاق يدعى لك نسل وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك لكن العهد هيكون مع مين مع أسحاق مع أسحاق طيب في أسحاق 22 من سفر التكوين الرب قال إبراهيم خذ ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق طبعا الإخوة المسلمين حطوا على طول خذ ابنك وحيدك الذي تحب إسماعيل لكن نص الكتابي بيقول إسحاق علماء اليهود حطوا زي ديالوج أو محثة تخيلوا محثة ما بين الله وما بين وما بين إبراهيم فالله الرب يقول لإبراهيم خذ ابنك فقال له مين يا رب أي واحد فيهم فإسماعيل ابني وإسحاق ابني فقال له لا خذ ابنك وحيدك قال له رب اللي اتنين يعتبروا وحيدي إسماعيل وحيدي من هاجر وإسحاق وحيدي من سارة فرب قال له لا خذ ابنك وحيدك الذي تحبه قال له رب أنا كأب بحب اللي اتنين أنا بحب إسماعيل وبحب إسحاق فالرب أكد له قال له لا خذ ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق لأنه ده ابن الوعد ده الذي أقيم معه عهدي وعش وعش كده يجي الجزء اللي بعد كده يقول ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وباركك مباركة وأكتر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكرم على شاطئ البحر ويرس نسلك باب أعداء وتبارك في نسلك جميع أمم الأرض أنهي نسل هنا لتتبارك فيه جميع أمم الأرض إسحاق الذي تتبارك فيه جميع أمم الأرض وبالعهد جديد بيقولين أنه هذا النسل هو شخص المسيح المسيح يسوع ويس في العهد الأديم بيأكد لي أن المسيح هو ابن إبراهيم الذي أتى من نسل إبراهيم وصار لأنه ده ابن الوعد الله كمل وعده وأكد عهده بعد إبراهيم مع إسحاق وأكد أيضا عهده مع يعقوب ابن إسحاق ويعقوب هو أبو الآباء هو الذي كان عنده إثنى عشر ابنا واللي بيئوا في الآخر هما أصباط بني إسرائيل الإثنى عشر هما اللي كونوا الأمة والشعب اليهودي كله فييجي الرب هنا يقول أن المسيح لابد أن يأتي من صبت يهوزة صبت يهوزة يهوزة هذا هو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم فلابد أن يأتي المسيح من صبت يهوزة يقول كده يعقوب قبل موته وهو يبارك أبنائه الاثنى عشر يهوزة إياك يحمد إخوتك يدك على قف أعدائك يسجد لك بني أبيك يهوزة جر أسد من فريسة صعدت يبني جثى وربض كأسد وكلب ومن ينهده لا يزول قضيب من يهوزة قضيب اللي بيمسكه الملك ده إشارة إلى الملك دايما لما نأكل حتى صور فرعنة يبقى ماسك في إيده قضيب قضيب الملك لا يزول الملك من يهوزة ولا يزول أيضا مشترع من بين رجليه حتى يأتي الذي له حتى يأتي الذي له ويكون خضوع شعوب ويكون له خضوع الشعوب عن المسيء يهوزة لن يزول الأصباط الأصباط العشرة اللي كانوا بعد انقسام المملكة واللي اتسابوا سنة 722 من أشور قبل الميلاد لن أعلم عنهم شيء حتى الحد النهاردة بيسمهم The Lost Ten Tribes Of Israel اللي هم العشر أصباط المفقودين أما يهوزة المملكة الجنوبية فالرب حافظ على هذه المملكة الجنوبية وظل كرسي الملك في صبط يهوزة إلى أن أتى يسوع المسيح من صبط يهوزة بيس؟ لكن صبط يهوزة الحقيقة اللي بيعلنها أيضا الكتاب أنه هيأتي من صبط يهوزة لكن كيف هيأتي؟ هيأتي من عذراء أشعياء 714 وأين يولد المسيح؟ المسيح يولد في بيت لحم اليهودية ملاخي خمسة 2 حاجات دي الكتاب تكلم عنها بوضوح فتكلم أنه هيكون من بني إسرائيل أنه هيكون من صبط يهوزة أنه أيضا هيدخل العالم بطريقة معجزية أنه أيضا سيولد في بيت لحم اليهودية ونبوات كثيرة جدا تحدثت عن شخص المسيح موسى مثلا تنبأ عنه وإخواتنا المسلمين صدعونا بنصوص بيحاولوا يلووها علشان يعني يجدوا أي حاجة يقولوا عليها الكتاب المؤدس تكلم عن رسول الإسلام طبعا يعني أي واحد دارس لنصوص دي هيعرف جيدا إنه ما يقولونه ليس له أي أساس من الصحة موسى هنا يقول للشعب في سفر التسنيع وإصحاح 18 علوم يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك كويس والنبي هو من يعلن كلمة الله ورب يسوع كان متكلم هو كلمة الله المتجسد يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك يبقى من إخوتك من مين يعني من بني إسرائيل أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك زي ما موسى من بني إسرائيل أيضا لابد أن يأتي المسيح من بني إسرائيل دي حقائق على فكرة إحنا بنكلم هنا عن حقائق بنكلم عن إعلانات الله بنكلم عن مقاصد الله فلما يجي واحد يقول لي أن المسيح كان فلسطينيا كويس هو كل حاجة بيعمل بيطعن في كل الإعلانات اللي رب قالها قديما في العهد القديم عن المسيح طيب المسيح هو ابن داود بحسب الجسد من أين من هو ومن أي عائلة أتى المسيح لأن الصبت الصبت كبير الصبت بيبقى في عائلات بيبقى في يعني فامليز كبيرة فلكن من أنهي عائلة من أنهي عائلة يأتي المسيح من أنهي عائلة يأتي من بيت داود إيه دا لازم يكون من بيت داود أيوة لازم يكون من بيت داود لازم يكون ابن داود بحسب الجسد ليه لأن الله قطع عهدا مع داود شوفوا كلام الرب فيه صفر سمويل الثاني أصحح سبعة وفيه الأعداد من اتناشر متى كملت أيامك واتجعت مع آبائك الرب بيكلم داود هنا أقيم بعدك نسلك هو مش بيقصد به هنا سليمان لا لا بيقصد بيقيم بعد نسلك الذي يخرج من أحشاك وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد كرسي سليمان لم يثبت إلى الأبد إنما بيكلم هنا دا بيكلم عن يعني everlasting forever التعبيرات دي ما ينفعش تتطبق على على أي شخص ملك أربعين تلاتين خمسين سنة دا بيكلم عن كرسي ثابت إلى الأبد كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد عهد الله مع داود وعشان كده كل المحاولات التي تمت في التاريخ لكي ما يزال بيت داود من التاريخ فشلت حتى جاء المسيح كانت فيه محاولات كثيرة جدا لإزالة بيت داود من التاريخ ولمحو بيت داود لكن كلها فشلت لأن الرب قال أن المسيح لابد أن يكون بحسب الجسد ابن داود لا يعني ابن داود يعني مولود من داود لأن الفرق ما بين داود والرب يسوح حوالي ألف سنة لكن الجد كبير جدا كويس يعني الجد الذي ننتمي إليه هو هو داود طيب دا بالنسبة لعهد القديم أنا بس جايب عينات أنا مش جايب كل الشواهد من العهد القديم عشان ما حدش بس يقولي أنت ما جبت الشاهد دا وما جبت الشاهد دا لأ أجيب بس عينات أقول لكم أنه العهد القديم بيؤكد حقيقة أعلنها الله بنفسه أن المسيح لابد أن يكون بحسب الجسد هو ابن إبراهيم من سارة وهو ابن إسحاق وهو ابن يعقوب وابن يهوزة من يعقوب وهو أيضا ابن داود بحسب الجسد كل هذه الإعلانات واضحة جدا في العهد القديم أي كلام آخر مخالف هو طعن مباشر في مصداقية إعلان الله في الكلمة المقدسة طيب شهادة العهد الجديد شهادة العهد الجديد العهد الجديد بيقول لي أول ما بيبدأ يعني كده زي ما قولي خط لازم كويس أول ما يبدأ العهد الجديد في متى واحد واحد كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن مين ابن داود ابن مين إبراهيم بس مش ابن إبراهيم اللي هو إسماعيل لا لا ده موضوع آخر لأن داود أتى من إسحاق وليس من إسماعيل جاء من الناس اللي الرب قطع معاه عهد وأقيم عهدي معه فيه تتبارج جميع أمم الأرض دا أول افتتاحية في العهد الجديد لما أجا أقول أن المسيح كان مصريا أنا على طول عملت إيه شطبت على هذا الحق مع أن الرب بيحب المصريين وبيحب الفلسطينين بس الإدعاء اللي أنا أقوله إن المسيح كان مصريا هو كإني بطعا في ما قاله الكتاب المعدس طيب شو بقى فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية بقى صعد منين من الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم كون بيت لحم النهاردة تحت السلطة الفلسطينية لا يعطيني الحق أن أقول أن المسيح كان فلسطينيا لأنها في زمن المسيح كانت تحت اليهودية كانت تعتبر مدينة داود كويس لكونه لكون مين لكون يوسف ومريم لكونه من بيت داود وعشيرته بيت داود كان مين بيت داود دا ملك اسرائيل ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك إذ مجوس من المشق مجوس غرب مجوس من المشق قد جاءوا إلى أرشليم قائلين أين هو المولود ملك إيه حضراتكم قدامكم موجود الناس أين هو المولود ملك اليهود مالوش ملك فلسطين ولا ملك مصر ولا ملك الحثيين ولا ملك أرام المسيح الذي رأوا نجمه في المشرق وأتوا وراءه هو ملك اليهود كويس فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له هذا حقيقة كثير مؤدس بيقول لنا بيقول كثير مؤدس بوليس بيقول في بداية رسالة روميا بوليس عبد يسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله إنجيل الله هذا إنجيل الله هو الأخبار السارة عن أن يسوع المسيح مات من أجل خطيانا وقام من أجل تبريرنا الإنجيل إنجيل إنجيل الله هو مركز عمل الله في يسوع المسيح الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدس زي ما وريت لحضراتكم أن الرب أعلن عن مجيء المسيح في الكتب المقدس من خلال أنبياءه من سفر التكوين إلى ملاخ الرب يعلن عن مجيء المسيح عن أنه عن ابنه سوري الذي صار من نسل داود من جهة من جسد يبقى الذي تنبأ عنه في الكتب المقدسة هو شخص يسوع المسيح ابن الله الذي صار من نسل داود بحسب الجسد الكلمة صار جسدا وعندما صار الكلمة جسدا صار بحسب الجسد من ناس لداود دي الحقائق اللي بعلينا الكتر المقدس حقيقة أخرى بيقولها الكتر المقدس تكلم عن اليهود عن الإسرائيليين الذين هم إسرائيليون ولهم التبني الرب اخترهم ليس لأنهم أفضل من بيئة الشعوب أبدا دا الرب قال مرات ومرات ليس لكونكم أفضل أو لكونكم أكثر أو أعظم بل من محبة الرب إياكم الذين لهم التبني والمقد والعهود عهد الله مع إبراهيم وصحاق ويعقوب وداود والاشتراع نموس والعبادة والموعيد ولهم الآباء ومنهم خلوا بالكم العبارة دي ومنهم من مين دول من الإسرائيليين اليهود ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى أبد الأبدين يبقى من أين أتى المسيح ومنهم المسيح حسب الجسد منهم المسيح حسب الجسد خليني أخذ مدخلة الأخت أم بيتر من العراء ألو ألو أهلا وسهلا مساء الخير مساء النور عندي عندي سؤالين فضع لي السؤال الأول ليش يعني اليهود أو إسرائيل سموها بيهود ليش ما سموها مثلا بالأصباط الباقين واحد من الأصباط مثلا يوسف أو بن يامين هذا السؤال الأول السؤال الثاني يتعلق بالأخوة المسلمين أنه من راحوا على ملك الحبشة الهجرة الأولى هل كان يوجد سورة مريم اللي ألقاها اللي كان مهاجر على ملك الحبش اللي ألقاها هل كانت موجودة أنا ذاك لمن ألقاها هذا الشخص على ملك الحبشة طيب لأنه هما هما بداية الهجرة هما كانوا بداية الهجرة يعني استوهم داي داي سوون هذا الدين فهل كانت هاي الصورة موجودة أنا ذاك طيب شكرا لكي وشكرا لأجل مدخلتك ألو بيك أنا هجوا بك على السؤال الأوليني لأنه دا يعني تخصصي أما السؤال الثاني فممكن يعني يعني أدي أبحث أدي لأحد الأخوة ممكن يكون وأبحث عنه وأجبه لك السؤال أوليني ليه سمي اليهود باليهود لأنه كلمة يهود أو جودية جاية من كلمة جودة اللي هو يهودة ولأنه المملكة الشمالية كانت بتضم عشر أصباط بما فيهم أفرايم ومنسة ويساكر إلى آخر الأصباط لكن المملكة الجنوبية اللي تحت اللي كانت عاصمتها أورشاليم كويس كان صبت يهودة هو المسيطر على كل هذه المنطقة كويس فأطلقت عليها اليهودية نسبة إلى يهودة الذي هو الصبت الذي كان يملك هذه المنطقة مع صبت بن يمين وعش كده أطلقت عليها اليهودية أو جودية زي ما احنا بنسميها طيب الكتاب المعدس بيقول حاجة تانية مهمة جدا الكتاب المعدس بيقلي ان الرومان مش بس العهد الجديد شهد لكن كمان الرومان شهد إيه تقول لي الرومان شهدو عن المسيح ملك اليود أقولك آه الرومان شهد على أن يسوع يهودي الرومان شهد على أن المسيح هو وأصله وجنسه بحسب الجسد يهودي شوفوا في وقت صلب المسيح والرومان كانوا بيتعاملوا مع الرب يسوع العساكر الرومان كانوا بيتعاملوا مع الرب يسوع باستهزاء يقول وضفروا إقليلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصب في يمينه وكانوا يكثون قدامه ويستهزئون به قائلين السلام يا ملك اليهود معناها اللغة استهزاء لكنها أعلنت اقتناع وهو أنه يهودي وأنه اتهمة بأنه يريد أن ينصب نفسه ملكا على اليهودية فهو ملك اليهود نفس الكلمة اللي قالها المجوس أين هو المولود ملك اليهود فالمجوس الغرب في ميلاده أعلنوا أنه ملك اليهود العساكر الرومان الغرب في صلبه أعلنوا أيضا أنه هو ملك اليهود حاجة تانية والجنج أيضا نجدها في إنجيلو الجنج أيضا استهزاءوا بي وهم يأتون ويقدمون له خلا قالين إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك لغة استهزاء لكنها بتعلن حقية وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرية كتب بي اليوناني كتب بي اللاتيني وتكتب بالعبري تلات لغات إيه العبارة اللي تكتبت فوق الصليب بالتلات لغات هذا هو ملك اليهود هذا هو ملك اليهود ما أردت أن أقدمه خلال هذه الرحلة هو التاريخ والحق كما أعلنه لنا الكتاب المؤدس عن شخص المسيح نبوات العهد القديم أن المسيح لابد أن يكون من شعب إسرائيل ولابد أن يكون من صبت يهوزة ولابد أن يكون من بيت داود والعهد الجديد الذي رأى تحقيق كل هذا في شخص يسوع المسيح الذي هو ابن داود بحسب الجسد الذي ولد في مدينة داود الذي نصب إلى بيت داود كل هذه الحقائق لا يمكن أبدا أن يجهلها الإنسان وزي ما قلت وما زلت بقول كون المسيح يهودي لا يقلل أبدا من أي جنسية أخرى لا يقلل أبدا من أي جنسية أخرى الله في مقصده الأزلية اختار أمة يأتي منها من يبارك العالم كله ليست هذه الأمة ذات فضل ولا هي ممتازة ولا هي سوبر نيشن عن بيت الأمم لكن لأن مقاصد الله عهد الله مع إبراهيم وأصحاق ويعقوب الإله الذي قرر في مقصده أنه يختار شعب صغير ويباركه لا ليكون الفضل منهم بل ليكون الفضل كله والمجد يرجع لله اختار أواني ضعيفة عشان يتمجد من خلالها أنا مش بقول أنه شعب اليهود شعب كامل لا يوجد شعب كامل كل الشعوب الجميع زاغوا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد زي ما الأمم محتاجين للمسيح كذلك أيضا اليهود محتاجين للمسيح وزي ما الأمم محتاجين لخلاص يسوع المسيح كذلك أيضا اليهود محتاجين لخلاص يسوع المسيح ولا يخلص إنسان ولا يقدر إنسان أن يذهب إلى الحياة الأبدية دون الإيمان بيسوع المسيح ده حق ده حق إنما ما يجيش شخص بسبب كرهه وبغضه لليهود يمحو كل إعلانات الله ويمحو كل التاريخ ويمحو أمة من الوجود لا يقبلها عقل ولا يقبلها أي دارس أجي إلى نقطة أخيرة حابب أختم بها حقيقة كون المسيح ابن داود حسب الجسد لا تتعارض مع كون المسيح لكل الأمم والشعوب والأجناس هو بحسب الجسد اختار أن يأتي من الأمة اليهودية لكي ما تتحقق فيه كل مواعيد الله وعهوده لكن هذا لا يتعارض مع أن المسيح للكل المسيح يحب الكل المسيح ينادي على الكل عندما يقول المسيح تعالوا لي جميع المتعبين وثلقي لي الأحمال وأنا أريحكم لا يقدمها ليهودي دون فلسطيني ولا يقدمها للفلسطيني دون اليهودي لكن يقدمها دعوة عامة للكل لكي ما يخلص ويرتاح الكل عشان كده نحن مدعوين أن نكرز بالمسيح للكل اذهبوا إلى العالم أجمع ده تكليف المسيح للكنيسة عندما كلف المسيح الكنيسة لم يكلفها برسالة تذهب إلى أمة دون أمة ولا إلى شعب دون شعب لكن المسيح قال للكنيسة أن يذهبوا إلى العالم أجمع ويكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها ليه؟ ليه قال كده؟ لأن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون ربنا يريد خلاصك إن كنت يهودي زي ما الحلقة اللي فاتت كانت معنا كان معي الرباي جيسين كويس ده يهودي لكنه قبل يسوع المسيح المخلص المسيح ومعايا أيضا كان أخويا ناصر اللي من أصل فلسطيني وأيضا ينتمي للمسيح الله يريد أن جميع الناس يخلصون يريد للمصري ويريد الأمريكي ويريد للفلسطيني ويريد للمسلم ويريد للسعودي ويريد للكويتي أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون ده مشيئة الله دي رغبة الله عاش كده يقول لنا الكتير مؤدس آية مهمة جدا في غلطية ثلاثة من هم أبناء الله من هم أبناء الله في إنجيل يحنى وأصحاح واحد وعدد اتناشر يقول لنا كده إنه وأما كل الذين قابلوه قابلوا يسوع المسيح فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله طيب يجي في غلطية بقى يقول لي إيه لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع عائلة المسيح عائلة كبيرة عائلة قناة الحياة اللي هي بتمثل يعني خدمة مهمة جدا الرب دعانا إليها بتمثل عائلة هذه العائلة فيها كل الجنسيات فيها المصري فيها الفلسطيني فيها السعودي فيها السوداني فيها اليمني فيها العراقي فيها السوري فيها المغربي فيها الجزائري وكلنا واحد ليه كلنا واحد في بعضنا جاء من خلفية مسيحية وبعض الآخر الغالبية جاءت من خلفية إسلامية لكن كلنا واحد صرنا أبناء الرب ده بنانا صرنا أبناء لله ليس لأي واحد فينا فضل لكن دي نعمة ربنا اللي خلصتنا ودعتنا وجعلتنا أبناء لله لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع في هذه العائلة في عائلة الله العائلة التي يكون الله مركزها ومحورها ورأسها وربها ليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعا واحدا في المسيح يسوع نشكر ربنا اللي يقدر يشيل العداوة بين الناس شخص يسوع المسيح لما الناس تقبل المسيح يتشال العداوة المؤسسة على الجنس وعلى اللون وعلى الشكل وعلى المستوى الاجتماعي وعلى الانتماء الديني يتشال العداوة المسيح ينزع العداوة من القلوب ويجعلنا كلنا عيلة وحدة أهل بيت الله الرب يبارك إخوات الفلسطينيين ويبارك إخوات اليهود ويقود الكل للسلام في شخص المسيح يسوع إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم